موسيقى فلتتقدم هذه الكراديس وكما تقدمت ما بين سيد الشهداء وقمر بن هاشم وهي تهتف للعراق وأنها تحمل الدين لأرض الرافدين وتجد العهد مع سيد الماء وترتجيه أن يقبلها جنودا أو فياء الكردوس الأول لجامعة بغداد يتقدم أهلا بكردوس جامعة بغداد أهلا بكردوس الجامعة المستنصرية أهلا بالحاملين أملا والمفعمين ألقا أهلا بمن جاء يجدد العهد بأرض الطفوف أهلا بكردوس جامعة الموصل أهلا بالأحبة الأعزاء أهلا بكردوس جامعة الكوفة أهلا بكردوس الجامعة التكنولوجية مشهد لا يمكن أن تعبر عنه لغة الكلام أهلا بكردوس جامعة النهرين أهلا بكردوس الجامعة العراقية جامعة ديالة أهلا بكردوس جامعة كربلاء هي رمزية العراق وما السستاني إلا آية النصر العظمى لكل العراق أهلا بكردوس جامعة سومر على شب الصفاء أصيبنا النجا سلمت هذه الحناجر بوركتم أيتها الكراديس الطلابية الكل يرفع عناوين الجامعات فلنرى هذا المشهد لهذه العناوين الرائقة فتخلى هذه الجموع الطلابية ارفعوها لهذه العناوين والتقرأها العيون مع القلوب بورك من نسق طيب وبوركت تلك الجامعات التي أوفدت طلبتها ومن قبلهم الأساتيذ الأعزاء ومسؤوليها أهلا بهم وأهلا بهم حيثما حلوا بأرض كربلاء وفي ضيافة العميد أهلا بكردوس جامعة الفرات الأوسط وفود طلابية كريمة يتبع بعضها بعضا تزدان بهم هذه الساحة المباركة في ساحة مجموعة العميد التعليمية في واحدة من حكايات وقصص النجاح والتفوق والتميز في العتبة العباسية الغراء وفي هذا الحفل المبارك بكفه الكفير وهكذا سرابنا العميد بل تتقدم هذه الكراديس بحبنا لطلعة الصباح بحضور مبهر ورائق وهو استثنائي بمعنى الكلمة ما يقرب من ثلاثة آلاف طالب وفدوا إلى كربلاء يمثلون الجامعات العراقية الغراء الكل لا يسأل إلا عن معنى واحد عن معنى المثول سرنا وتاريخ لا يخطم الزمن حيث تصيبنا النجاح فلتتقدم هذه الكراديس أيها الأحبة كما بدأناها من أول كردوس من جامعة بغداد وإلى آخر وفد من جامعة وارث الأنبياء أهلا بكم أيها الأحبة وأنتم تحملون هذه الصورة الرمزية لسيد الشهداء وتحملون صورة سيد النجف من سلامة الأحبة من سلامة هذه الوفود الطلابية الكريمة لسلامة الذين قدموا إلى أرض كربلاء الصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى الأصوات يقارع المحن بموضهم كفاه والعرا إلى الدرى نسري على البرى وترسم الجراح وهذه الصلوات كانت هي الإذن من طلاق فعاليات الحفل المركزي إن شاء الله سرنا وللآباء في مسيرنا هدى كيما نكون أنجما تدور في المدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنت بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف السفراء وسيد الأصفياء وتاج المرسلين حضرة سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين الميامين السلام على إمام الأولياء وسيد الشهداء مولانا أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته السلام على حامل اللواء وقمر بني هاشم أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته أصحاب السماحة والفضيلة سادة الأكارم أساتذة الأعزاء أخوة الأحبة أخوات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته من مأثور ما ورد عن سيد بغداد وراهب بني هاشم مولانا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أنه قال أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا به وأوجب العمل عليك ما أنت مسؤول عن العمل به وألزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك وأظهر لك فسادة وأحمد العلم عاقبة ما زاد في عملك العاجل فلا تشغلن بعلم ما لا يضرك جهله ولا تخفلن عن علم ما يزيد في جهلك تركه لقد دلت لغة الإشارة والعبارة في المنظومة القرآنية المتكاملة على المدايات التي نالها وينالها المخلصون في رحلتهم المقررة بأن الإخلاص هو أشرف نهاية لهذا الإنسان فمن خلال إثارة دفائن العقول المقترنة بالعمل تتفجر ينابيع العطاء وتستولي النية الصادقة على القلب فيحيل مملكة البدن طوع راحته حتى يزداد الإنسان في كل يوم معرفة وتجربة وفضل تعينه في بلوغ غايته وأداء رسالته وفي كل واقعة رسالة ومغزى تفصح لمن تأملها بأن السنن الإلهية لم تقم على الصدفة أو الاتفاق أو العشوائية إنما هي ذات طابع موضوعي يخلق في الإنسان شعورا واعيا متبصرا متأملا في مجريات الأيام ومن خلال قدراته المتجددة تفعل إرادته في امتلاك أدوات النجاح وتسخيرها لسعادة البلاد والعباد مع الارتقاء بالنوع البشري نفسه لا سيما في وطن عريق صانع للحضارات وواهب للحياة كالعراق العزيز يمتلك من مقومات الرقي النوعي والفكري ما يؤهله للتصدر والريادة بين سائر البلدان لذا ومن وحي المسؤولية الوطنية والأخلاقية دأبت العتبة العباسية المقدسة عبر أقسامها ومؤسساتها الأكاديمية والإعلامية والفكرية والاجتماعية وأذرعها الفاعلة على الحفاوة بكل قصص النجاح على امتداد الوطن العظيم والأخذ بأيدي المبدعين إلى مراحل متقدمة من الإنجاز والنفاذ إيمانا منها بأن العراق لا يبنى إلا بتضافر الجهود الخيرة وحضور النوايا الصادقة والأياد البيضاء من أهله وبنيه ليكبر الأمل في أن نبصر حقيقة لا مجازا نهضة وطنية شاملة تعتمد تطبيقا عمليا للقواعد العامة الرصينة بضميمة القوانين المرنة المتحركة وصولا إلى ثلاثية التكامل التنموي الأمن والعدل والخصب واليوم وفي رحاب أرض معراج الشهادة وتحت شعار من أرض كربلاء يثمر العطاء تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة قسم العلاقات العامة شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية الحفلة المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية للعام الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين دفعت على هدي القمر الثانية والشروع دائما يكون بآي من الذكر الحكيم يتشرف بتلاوتها قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية السيد حيدر جلوخان فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضمًا وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضمًا وكذلك أنزلناه قرآنًا عربيًّا وكذلك أنزلناه قرآنًا عربيًّا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكرًا بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاقين اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم صلوات وإلى شهداء مسيرة التضحيات في عراقنا العزيز إلى شهداء فتوى الدفاع الكفائي المقدسة والقوات الأمنية الغيورة لشهداء العراق كل العراق نقف لنقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة وبنفس الوقفة نستمع للنشيد الوطني ونشيد لحن الإباء الفاتحة ترجمة نانسي قنقر 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 وغالماً كرغت الأراب في علام كالنفوصنا موطني موطني تذل المنايا ولا تستكي عبى الفضل يا فارساً لا يليم تذل المنايا ولا تستكي فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء وقد كنت جيش الفدى للحسين وقد كنت جيش الفدى للحسين أحسنتم كثيراً أحسنتم نجدد الترحاب بكم أيها الأحبة أيها الأعزاء في هذا الحفل المبارك الذي تحتفي فيه العتبة العباسية المقدسة بهذه الوفود الطلابية بأبناء الجامعات العراقية الغيورة وكلمة العتبة العباسية المقدسة يتفضل بإلقائها متوليها الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحضور الكريم الذوات العلمية أصحاب المواقع الإدارية المحترمة أبناء الطلبة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بدءا نهنئ أنفسنا بكم ونهنئكم على قطع مشوار العلم واقتطاف ثمرة الجهد الذي بذل من الأساتذة الأفاضل ومن الطلب العزاء ونحن نشهد هذا الحضور الكريم في هذا المكان المبارك وفي هذه الأريحية في طريقة الاحتفاء وسرورنا بأبنائنا وهم ينتقلون من مقاعد العلم إلى هذه الحياة التي تنتظرهم من العمل الدؤوب والعمل الجاد داعينا الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير الدنيا وسعادة الآخرة وأن يرينا في أبنائنا كل عزة وكرامة وأن الله تعالى يشد على ياديكم أبنائي لأن تكونوا من المساهمين في بناء هذا البلد الكريم لعلي أعرض بخدمتكم بعض الأمور على وجه السرعة نحن بدءا من الأشياء التي تسرنا واقعا هو أن يشتاز أبناؤنا مراحل الدراسة وينتقلوا من عالم إلى آخر وإن كان عالم المعرف لا ينتهي وإن شاء الله تعالى الهمم تكون قوية في أن الأغلب العام يستفيد من كل بركات العلم سواء كان يتعلم في المستقبل العلم أو يتعلم بالعمل وهذا البلد الكريم لا شك يستصرخ الجميع بلا استثناء كل من عنده هذه الهمة وهذه الرغبة وهذه المحبة فالبلد يحتاجه الله تبارك وتعالى ميز الإنسان عن بقية المخلوقات بالعقل واليوم العقول هي التي تصنع وتبني الأبطان والعقل لا شك يحتاج إلى نفج لكن المقدار الثابت عن جميع العقلاء أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل مطلوب منه أن يشتهد مطلوب منه أن يبذل ما يمكن من أجل هدف هو يرسمه والعقلاء اليوم من السهل أن يحددوا أهدافه وطالب الطالب الجامعي يمثل الشريحة المثقفة الواعية التي يمكن أن يتنافس على استثمارها الجميع ولا بأس من الإشارة هنا إلا أن وهو أن الجهود الخيرة والنوايا الصادقة التي تريد أن تبني تعتمد على شريحة الشباب المثقف والعكس كذلك أجارنا الله وإياكم أن المحاولات التي تريد أن تحطم البلدان أيضا تبدأ تعمل على شريحة شريحة الشباب فالشباب فالشباب هو هذا العنصر الذي يستهدف من الجهات الخيرة والعاذ بالله من الجهات السيئة لماذا؟ لما يعرف الجميع أن هذه الشريحة المثقفة الواعدة هي لها الحصة الأكبر في التأثير وشبابنا اليوم الجامعي من موارد التأثير الذي نحن نرى فيه التأثير الإيجابي في بناء البلد ولعلنا عندما نتحدث مع أبنائنا الطلبة يمكن أن ندخل في بعض المصاديق التي تؤشر هنا وهناك من أجل ارتباط الطالب بمستوى الوعي والإدراك الطالب يعلم على أنه عندما قطع شوط المدارس الابتدائية أو المرحلة الابتدائية ثم ذهب إلى المرحلة المتوسطة والعدادية والمراحل الجامعية الأولية وإن شاء الله تعالى يكمل الدراسات العليا لكنه يعلم أن هذه المستويات التي ينتقل منها أيضا قد زادته بصيرة وزادته إيمانا وزادته وعيا بالمسؤولية الملقاة عليه يعني عندما كان طالبا في الابتدائية لعله لم يكن يشعر بأهمية العلم بالشكل الذي يشعر به في المراحل الدراسية المتقدمة هناك شيء يا أخواني وهذا الكلام لعله أيضا يوجه لأعزة الأساتذة وأيضا للطلب الأعزاء لعل من موارد التوفيق أن تكون العلاقة بين الأستاذ والطالب علاقة مثالية والمقصود من العلاقة المثالية أن الأستاذ يبذل جهدا كبيرا في سبيل أن يعطي ما عنده من عصارة أفكاره ويجعلها لخدمة الطالب فالأستاذ يمارس دورا علميا وتربويا كثيرا في صهر شخصية الطالب وكثير من الطلاب تأثروا بأساتذتهم وانطبعت هذه الشخصية على شخصيتهم بحيث هو أصبح كنسخة أخرى من الأستاذ وما هذا إلا لتأثير الأستاذ على الطالب فلذا لا بد إخواني أن تكون هناك مسافة مقبولة مفعمة بالاحترام مفعمة بالتقدير مفعمة بالعملية الإجلال إلى الأستاذ ولا يقبل الطالب أن ترفع الفواصل بينه وبين الأستاذ بمقدار يفقد الأستاذ تأثير على الطالب وهذا الذي أبين بخدمتكم له آثار سلبية كثيرة فرق بين بقاء مسافة الحياء والإحترام والتقدير ما بين الأستاذ والطالب حتى يبقى تأثير الأستاذ على الطالب فالطالب لا يكون في مرحلة المراهقة أو مرحلة المراهقة وعنده حالة من الإنفتاح بحيث يتجاوز حدود الأستاذية لأن بعض الطلبة قد لا يشعر بخطورة ما يقدم عليه العلاقة الطيبة بين الأستاذ وبين الطالب هي العلاقة المشهوة بالتقدير والإحترام والتأثير والطالب اليوم يكون أمانة عند الأستاذ وإذا كان أمانة لا شك أن الأستاذ يحافظ على هذه الأمانة من خلال الحفاظ على هيبة عنوان الأستاذ وهذا المعنى سينسحب أيضاً على المراحل الأولية لدراستنا سواء كان في الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية أنا أقول هذا بعنوان المعلم يعني عنوان العام معلم، مدرس، أستاذ، دكتور عنوان التعليم لابد أن يبقى دائماً في حالة من الاحترام وحالة من التقديس هذه الحالة أخواني على الطالب أن يجعل دائماً مسافة بينه وبين الأستاذ مسافة الاحترام ومسافة التقدير ومسافة أنه يكون يصاغ من قبل الأستاذ والأستاذ كذلك لابد أيضاً أن يبقي هذا التأثير على الطالب هذه الحالة أخواني تعيدنا إلى حالة العلاقة وتنظيم العلاقة بين الأستاذ وبين الطالب وبحمد الله اليوم أنتم نحن السعداء بحضوركم وقد جاء معكم نخبة الأساتذة رؤساء الجامعات ولا شك أنهم يفرحون بما قدموه لكم ويفرحون أيضاً بأنهم رأوا جهدهم يتكلل بالنجاح في هذا الحضور الكريم من النقاط التي أحببت أن أشيرها وهو أنه بعض الطلب العزاء يسألون فيما بينهم أنه ماذا تريد من العتبة لماذا هذا الاهتمام بالطلاب أن العتبة أكيداً يعني جندت كثير من منتسبيها ومسؤوليها وأعدوا لهذا الاحتفال منذ أكثر من شهرين ووفروا كل ما يمكن أن يوفر ثم ماذا؟ علامة استفام قد تكون في ذهن بعض الطلاب ويبحثون عن الإجابة واقعاً يا أخواني أن أقولها بصراحة أنتم تعلمون أنتم ذخيرة هذا البلد المعول عليكم في بناء البلد وأنتم نحن لا نريد منكم شيئاً شخصياً إطلاقاً بل أكثركم لا نعرفهم لا نريد هذا لكن أريد منك شيئاً واحداً قد سيواجهك بالمستقبل أنت اليوم جئت في مكان سيبقى محفوراً في ذاكرتك لا شك أن هذه الطريقة من الاحتفال ليست طريقة مألوفة من جهة ومتاحة لكل أحد جئت بين الحرمين وزرت الحسين عليه السلام وبين الحرمين كان مفروش لك هذا الفراش ثم جئت إلى العباس عليه السلام وأيضاً في باحة باب القبلة وبعض الدكاترة في العتبة ردد معكم أو رددتم معه القسم نحن واقعاً أخواني نفتش عن بنات هذا البلد أنتم أمة خير وأنتم أمة يعول عليها المثل الذي سأذكره أنتم غير مبتلين به وإن شاء الله لا تبتلون به هذا المكان الذي قلنا سيبقى محفوراً في ذاكرتك أريدك فقط أن تتذكره عندما يحاول البعض أن يضعفك في تهديم البلد من خلال ما يصور لك الشيء الأعوج يصور له هذا مستقيم تتذكره عندما تمدلك بعض الأياد المسمومة لتعطيك رشوة من أجل تهديم هذا البلد هذا الذي أريده منك أريدك أن ترفض الباطل أريدك أن تعيش وأنت قوياً وأنت قوي وأنت عزيز وأنت ملء التفاؤل اليوم أنت طالب تخرجت غداً أنت ستبني البلد لابد أن تكون عندك ثقة بنفسك أولاً وبمقدرات هذا البلد الثانية أنت الآن بحمد الله تعالى لا ينقصك شيء والزمن سرعان ما يجعلك في موقع متقدم في أي موقع إن شاء الله تعالى أن يكتبه لك لابد أن تكون قوياً لابد أن تكون متفائلاً لابد أن تكون شجاعاً لابد أن تحب بلدك بمقدار ما أعطاك البلد لابد أن تفكر ما هي المسؤولية الملقاة على عاتقك نعم ستقول أين فرص التعيين مثلاً وأيضاً أنا أقول معك هناك جهات لابد أن تنظر إلى أبنائها نظرة الأبو من جهة ونظرة أن توفر لها ما يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في بناء البلد نعم أنا أعظم صوتي لك لابد أن تتوفر لكم الفرص الحقيقية حتى يظهر إلى الملأ الإبداع الذي ننتظره منكم على اختلاف مشاربكم وعلى اختلاف محافظاتكم الذي يجمعنا هو هذا البلد وهذا البلد ينظر إلى أبنائه بترقب ينظر إلى أبنائه بتفاؤل هذا الجهد الذي بذل منكم إن شاء الله تعالى يظهر أمام أهليكم وأمام بلدكم وأمام أنفسكم أنكم قادرون على أن تخدموا هذا البلد بكل ما أوتيتم من قوة في هذه الأعمار الإنسان يتفائل لكن أنا أقول لأبناء الشباب هذه الأعمار أساتذتكم مروا بها يعني الإنسان الكبير مر بالمراحل الصغيرة والإنسان العمر قليل لم يمر بالعمر فالتجربة لا بد أن تأخذ ممن تسترشدون به أمير المؤمنين عليه السلام عندما قل معناها أنه رأي الشيخ أحب إلي من وثبة الغلام بعض الناس قد عركتهم التجارب وزادتهم الدنيا خبرة استرشدوا بمن تقتنعون أنه ناصح أمين النقطة الأولى ذكرت أنتم مطمع لكل أحد لكن عليكم أن تسترشدوا بالناصح الأمين تسترشدوا بمن يريد بكم الخير اعرضوا أفكاركم على من تعتقدون به ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم هذه القلوب البريئة القلوب الطيبة ينتظرها الكثير وهذا الكثير كما قال الأخ العريف على أنهم أنتم بنات المستقبل اليوم انتقلنا من مكان دراسي وودعنا مقاعد الدراسة وإن شاء الله تعالى ستدخلون الحياة من أوسع أبوابها وهذه النظرة والعقول العراقية عقول مبدعة العقل العراقي عقل ناضج بحمد الله تعالى حتى هذه المشاكل في البلد قد تزيدكم خبرة تزيدكم ألفة وهذا الجمع المنوع نحن نحرص واقعا على أن يكون هذا السلم المجتمعي أن تكون هذه الأواصر أن تكون هذه العلاقة لا تخضعوا لمشاكل غيركم يحاول أن يصدرها وتكونوا أنتم حطبا لها هذا أمر غير صحيح يكفينا ما مررنا به من مشاكل نريد الآن أن نرى الأمور بمنظار آخر بمنظار أكثر تفاؤلاً وهذا لا يكون إلا بكم أبنائي أنتم ذخيرة البلد أنتم قوة البلد أنتم العنصل الطيب في هذا البلد أنتم الأمل الذي تعقد عليه كثير من المشاريع وكثير من الأفكار المنتظرة أن تحقق من قبل حضراتكم إن شاء الله تعالى طبعاً أنا في هذا المكان أيضاً أتوجه بالشكر للأسر الكريمة التي بذلت جهداً في سبيل أن توصل أبنائها إلى هذا المكان هنا أحب أن أستثمر هذه النقطة لعله أخواني من أهم الاستهدافات السلبية علينا هو استهداف الأسرة أنتم اليوم مشروع أسرة ومشروع الأسرة مشروع نبيل ومشروع شريف ومشروع جيد هذه الأسرة التي بذلت ما بذلت لا شك أن مستويات الأخوة مادياً متباينة يمكن الأب قد استدان في سبيل أن يوفر لك فرصة التعليم والأم يمكن أن قلصت وقلت من مأكولها في سبيل أن توفر لولدها ويمكن قد سهرت مفكرة في مصيرك اليوم أنت بحمد الله تعالى أصبحت قرة عين لهما والذي قد توفى والده استشهد والده في هذا البلد أيضاً أنت قرة عين ولاحظوا النبي صلى الله عليه وآله اليتيم الأول الله تبارك وتعالى لم يجعل اليتم عيباً أما الذي استشهد فهو مفخر لنا من فيكم من أبيه أخيه قد استشهد فهذا مفخر له ولنا وهو أيضاً أعطى هذه الدماء الزكية من أجل غاية من أجل هدف وهذا الهدف قد تحقق جلوسكم على مقاعد الدراسة وهمتكم الكبيرة في أن تتخرجوا ومجيئكم إلى هذا المكان هذا الهدف قد تحقق بدماء زكية طرية عزيزة علينا في أذهاننا لا مد أن نتذكر من ضحى بلا أن نعرفه ومن أعطى الدماء رخيصة ولم ينتظر منا نتيجة لكن وعينه عليكم أنه نرتقي إلى ما يمكن لنا أن نرتقي أن نصر حافظوا على أسركم الموجودة فعلاً والتي ستتكون بالمستقبل اجعلوا هذه الأسرة هي نواة حقيقية الله تعالى سيرزقكم ذرياً إن شاء الله تعالى تكون ذرياً صالحاً ربوها على المناهج الصحيحة ربوها على التربية الصحيحة ربوها على الفضائل ربوها على الحق أنتم المشروع الأسري المرتقب فهناك وظيفة تنتظركم وظيفة العمل من أجل البلد وهناك وظيفة أخرى وظيفة تكوين الأسرة أنا شخصياً لا أقبل وأنت لا تقبل والعرف لا يقبل أن تبدل أو يبدل تعريف الأسرة الأسرة تتكون من رجل وامرأة لا تتكون الأسرة من رجل ورجل ومن امرأة وامرأة هذه ثقافة هجينة هذا تصور خاطئ أصالتنا أخواني وحضارتنا وقيمنا وكل أعرافنا لا بد أن نحافظ عليها أنتم مشروع أسر كريمة أبن الأسر وفق مناهج حقيقية مناهج تخرج لنا أولاداً بررة وأولاداً يحب أن يخدموا هذا الغلد أنا لا أطيل عليكم سروري أن أكون بخدمتكم وأن نلتقي بهذه النخبة الخيرة أجدد شكري لكل الأخوة العزاء في العتبة الذين ما فتوا ويبدلون الجهد بعد الآخر من أجل إنجاح هذا الاحتفال الكريم وأجدد شكري إلى الأساتذ العزاء الذين بدلوا جهوداً مضنية في سبيل أن يروا أبناءهم على هذه الشاكلة وأجدد شكري لكم أيها الأبناء العزاء لما بدلتموه من جهد حتى تحصلوا على المراتب الطيبة ومن خلالكم أيضاً وسلامي ودعاي إلى أسركم الكريمة التي بدلت هذا الجهد وسهرة الليالي حتى يرونكم والرحمة للشهداء الذين سقوا هذه البلاد بأنهر من دماء في سبيل أن يبقى البلد مرفوعاً مرفوعاً الرأس ومعافى أرانا الله تعالى فيكم كل خير بمحمد وآله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أرانا الله على محمد وعلى آله الطيبين أرانا الله على محمد وعلى آله الطيبين أحسنتم 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 هنيئا لنا بكم وهنيئا للسيد السستاني بكم بوركت هذه الحناجر لا خبى لكم صوت وعزكم الله أحسنتم أحسنتم نعم لبيك يا عراق دائما وأبدا بوركت هذه الحناجر أحسنتم طيب الله لكم الأنفاس أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء رفع الله هاماتكم عاليا وتأتي الآن كلمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتفضل بإلقائها ممثل الوزارة الدكتور حميد التميمي حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين سماحة السيد أحمد الصافي المحترم سماحة الأمين العام للعتب العباسي المحترم الأساتذة سادر وأساء الجامعات السادة المساعدين السادة العمداء السادة الأفاضل من الأساتذة الزملاء الأجلاء حضور الكرام مع حفظ الألقاب والمناسب والمقامات سلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته في البداية أنقل لكم سلام وتحيات ومباركة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي وكان حريصا على الحضور ولكن لالتزامه بسفر خارج العراق هذا اليوم هو الذي منعه من أن يكون بيننا ولكن أوصاني بأن أقدم لكم التبريكات ولعوائلكم الكريمة بهذه الاحتفالية الكبيرة قد يكون لي الشرف يعني أنا أكون ربما أتفرد بذلك بأنه هذه السنة الثانية على التوالي أنا أكون ممثلا لمعالي الوزير كانت الدفعة الأولى على هدي القمر وهذه الدفعة الثانية على هدي القمر فهذه نعمة عظيمة أشكر الله سبحانه وتعالى على أن منحني إياها ولهذا أتواجد في هذا المكان الكريم أتقدم بخالص الشكر والامتنان للعتبة العباسية الشريفة أولا لهذه الاستمرارية أن يكون هناك احتفال سنوي مركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية واهتمامهم بهذه الشريحة وما سمعناه قبل قليل من سماحة السيد من وصايا وحكم ورسائل ودلالات لهي موضع اهتمام واحترام وتقدير من وزارة التعليم العالي ولهذا حضور الطلبة اليوم وأيضا أساتذتهم معهم ورؤساء جامعاتهم دليل أكيد على تقدير وزارة التعليم العالي بكافة تشكيلاتها لهذه الخطوة المباركة في تقديرنا بأن هناك رسائل عديدة تقدم من هذا الاحتفال واحدة من هذه الرسائل ما يرتبط بهذا المكان ودلالة المكان نحن في كربلاء التضحية والشهادة كربلاء البطولة والإصلاح فبالتأكيد أن تكون كربلاء ملتقى لنا فهذا دليل واضح على الالتزام بأن كربلاء وأن الإمام الحسين والإمام العباس هم لكل العراقيين على اختلاف طوائفهم ومكوناتهم وقومياتهم فهذه رسالة عظيمة الرسالة الثانية هي رسالة وطنية بامتياز اعتدنا أنا رئيس الجامعة المستنصرية في العاصمة الحبيبة بغداد ولدينا سنوياً لكل الجامعات العراقية احتفال مركزي بتخرج الطلبة ولكن من النادر أن يحضر طالب احتفالية تخرج في جامعة ثانية هنا ثلاثة آلاف قرابة ثلاثة آلاف أو يزيد من الطلبة في مختلف الجامعات العراقية فلذلك أصبح هذا المكان مصنع لبث الروح الوطنية وتعزيزها والتأكيد عليها سمعنا كما قلت قبل قليل تأكيد على هذا المبدأ العراق هو الأمانة التي ندعو طلبتنا إلى المحافظة عليها الوحدة الوطنية تنطلق من هنا كانت من هنا وستبقى هنا والمستقبل يقول لنا أن كربلاء هي لكل العراقيين وهذه رسالة عظيمة الرسالة الأخرى أو الثالثة في تقديري هي رسالة أخلاقية تتعلق بأن وهذه ربما من الأمور التي وددنا في وزارة التعليم العالي أن نتقدم بالشكر إلى العتبة العباسية قبل شهرين كان هناك أو أكثر قليلا كان هناك احتفال مركزي للطالبات لبناتنا الطالبات الخريجات وهذا اليوم لطلبتنا أعتقد الرسالة الأخلاقية تتعلق بإعادة الاعتبار وربما مسح الصورة المشوهة التي أراد البعض أن يقدمها عن الطالب العراقي وعن الجامعات العراقية الصورة مختلفة أمامنا طالب خريج وطالب لا زال في الدراسة ملتزم بدينه بثوابت دينه بتقاليده وأعرافه الجامعية وأعرافه الاجتماعية فهذا الطالب المتواجد اليوم هو الذي يمثلنا كرؤساء جامعات وكأساتذة ومن نفخر بهم هؤلاء من نريد أن نقدم للعالم الطالب الملتزم الطالب العراقي هو الطالب الموجود الآن فشكراً للعتبة العباسية على ما قدمته لنا من صورة جميلة لهذا الطالب فقط أريد أن أقول شيئاً أخيراً وهو أن الطالب الموجود الآن هو نتاج الجامعات العراقية ونثق بهذا الطالب أنه عندما ينتقل اليوم من قاعات الدرس إلى مجالات الحياة المختلفة بالتأكيد هذا الطالب نحن على ثقة بأنه سيكون كفوءاً ومتميزاً وأميناً وملتزماً بكل القيم التي حرصنا على أن تكون حاضرة جامعاتنا بخير بطلابها وهؤلاء عين منهم وجامعاتنا بخير بأساتذتها الذين لهم الفضل في أن يكونوا وراء تخرج هؤلاء الطلبة وجامعاتنا بخير بما تقدمه من أبحاث ودراسات الآن رصيد الجامعات العراقية من الأبحاث الرصينة تجاوز المئة ألف بحث وهذا رقم نفخر ونفتخر به في وزارة التعليم العالي جامعاتنا بخير ونعتقد أن المستقبل يؤكد ذلك سيكون لهذه الجامعات دور وشأن كبير في النهضة العمرانية والنهضة التنموية التي شرعت دولتنا وحكومتنا بقيادتها خلال الفترة الماضية ولهذا نقول للناس جميعا بأننا بخير الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية متواجدة هنا وهذه أيضا خطوة ورسالة طيبة في ختام هذه الكلمة أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذة الجامعات ورؤساء الجامعات وكل عمداء الكليات على ما قاموا أو ما قدموه من جهد وإلى أقول للطلبة بأن الأصوات تعالت والعبارات ربما امتزجت مع بعض وحركت الأنامل لتخط أجمل عبارات التهنية لكم جميعا بهذا التخرج فشكرا جزيلا للجميع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدد الترحاب بكم أيها الأحبة وما زلنا متواصلين وإياكم في رحابي هذا الحفل السنوي المركزي بنسخته الثانية بتخرجي طلبة الجامعات العراقية الغراء وهناك فكرة تقدمت بها جامعة الكوفة تترجم اعتزازها بساحة العتبة المقدسة وتثمين الجهود المبذولة من قبلها في رعاية العلم والمعرفة والجامعات العراقية تكريم من جامعة الكوفة من خلال رئيس الجامعة جناب الأستاذ الدكتور ياسر لفتح السون المحترم فليتقدم إلى هذا المكان حيث يكون هناك تكريم إلى سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد الله صلى على محمد شكراً سماحة السيد وهناك تكريم أيضاً لجناب السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى آل ضياء الدين دام تأييده فليتفضل مشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد الله صلى على محمد وآل محمد شكراً لكم شكراً جناب السيد الجليل وأيضاً تكريم لقسم العلاقات العامة في العتبة العباسية المقدسة القائم بهذا الحفل المبارك ومن خلال رئيسه الحاج محمد علي أزهر الشمري دام توفيقه حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد وصلى على محمد وآل محمد شكراً للسيد رئيس جامعة الكوفة الغراء والآن فقرة النشيد نشيد التخرج الجماعي ومن خلال المنشد ياسر الكربلائي وكلمات الحاج علي الصفار الكربلائي فحيوه وحيوا فريقه بالصلاة على محمد وآل محمد بالجد والجهاد والكفاح في حبنا لطلعة الصباح نصيبنا النجاح نصيبنا النجاح سرنا وتاريخ لنا يخطه الزمن حيث العراق لا فراق للسنى وطن والأنبياء والأولياء والآي والسنن كل بناء وعزمنا يقارع المحن في مرض كفاه والعراق إلى الذرى نسري على البراء وترسم الجراح على شب الصفار نصيبنا النجاح نصيبنا النجاح سرنا وللآباء في مسيرنا هدى كيما نكون أنجما تدور في المدى فالعلم نور كم بها لساننا شدا من زانه وصانه قد أحرز الندى لعلمنا نحدد المصير وما لنا في كوننا نظير أعلمنا سلاح فيه التجا تزاع نصيبنا النجاح نصيبنا النجاح سرنا ومنهاج السماء دائما دليل والعلم والكتاب في مسيرنا خليل وللتفاني قصة عنوانها أصيل قد ساغها وخطها بكفه الكفيل وهكذا سرابنا العميل إلى مقام رفعة جديد لنبلغ الضراح ويكتب الفلاح نصيبنا النجاح نصيبنا النجاح الجد والجهاد والكفاح في حبنا لطلعة الصباح نصيبنا النجاح نصيبنا النجاح سلمت هذه الحناجر سلمت هذه العناوين التي ترفعونها سلمت هذه الجامعات لكم المنصة أحسنتم أحسنتم كثيرا دقيقتين فقط إن شاء الله سيلبى طلبكم فاستريحوا جزاكم الله خير الجزاء في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذا الحفل الرائق دائما يعتلي المنصة شاعر يسكب كل بحور الشعر قافية بملء المسافات الطويلة من الحرمان شاعر كأنه يقول أن الشعر الذي أقوله هو أنا وأن كلما نضحت به وريقات الآس عند الفجر كان أنا أمهلوه دقيقة صمت ليحجد كل الحروف والكلمات ليرتل تراتيل الوطن مع سفير أجر الرسالة في العتبة العباسية المقدسة الشاعر محمد الفاطمي فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد مبارك للعراق ولنا بكم وباسم العتبة العباسية المقدسة أقدم لكم هذه الهدية المتواضعة معنى النجاح وهذا التخرج بكلمات أتمنى أن تصل إلى قلوبكم قلم يصلي والكتاب يسلم أنتم قلم يصلي والكتاب يسلم وعلى الشفاه قصيدة تترنم أمل العراق وثغره المتبسم ولسان صدق بالإبا يتكلم قمر وتصعد للسماء فطالما تدعوك من بين الغيوم الأنجم ها أنت ما بين الورود فراشة وجمال فكر المبدعين وملهم ولظلمة الأيام أنت سراجها وطبيب جرح الأمهات وبلسم ومقاتل جاهدت في طلب العلا ومهندس في الحب لا يستسلم إن اختصاصك في الدراسة طالب أما اختصاصك في الحياة معلم إن اختصاصك أعيدوا حاضر قمر حاضر قمر وتصعد للسماء فطالما تدعوك من بين الغيوم الأنجم ها أنت ما بين الورود فراشة وجمال فكر المبدعين وملهم ولظلمة الأيام أنت سراجها وطبيب جرح الأمهات وبلسم ومقاتل جاهدت في طلب العلا ومهندس في الحب لا يستسلم إن اختصاصك في الدراسة طالب أما اختصاصك في الحياة معلم معنى نجاحك في الوثيقة واضح معنى نجاحك في الوثيقة واضح لكنه بين المشاعر مبهم إذن معنى نجاحك لازم نفهمه ونعرف قيمته ونعرف إش قد حجمه نجاحك للوطن معنى رفعت اسمه نجاحك يعني ترسم على الثغر بسمه نجاحك هذا بيه كل الشعب يسمه نجاحك هذا بيه للمختنق نسمه أهلك والوطن تتخرج جمتانيك جمت حروف بس هس أصبحت كلمة وتدري حاضر ممنون معنى نجاحك في الوثيقة واضح لكنه بين المشاعر مبهمه إذن معنى نجاحك لازم نفهمه ونعرف قيمته ونعرف إش قد حجمه نجاحك للوطن معنى رفعت اسمه نجاحك يعني ترسم على الثغر بسمه نجاحك هذا بيه كل الشعب يسمه نجاحك هذا بيه للمختنق نسمه أهلك والوطن تتخرج جمتانيك جمت حروف بس هس أصبحت كلمة وتدري بكل زمان الكلمة أقوى سلاح الحسين بكلمة عسية في انتصر دم مبارك حاضر حاضر أهلك والوطن تتخرج جمتانيك جمت حروف بس هس أصبحت كلمة وتدري بكل زمان الكلمة أقوى سلاح الحسين بكلمة عسية في انتصر دم مبارك عن نجاح المنصفي هنيك وينصحك ولازم ضواك بداخلك لا يستفي الزكليل ركز على الشمس عوفك من النجمة حسب موقعك دورك واجب تأديه مرات بإشارة جاهلة اعمل بالعلم محتاج هاي الناس اللي يعمل بالعلم كل من حسب علم زكاة العلم نشرة اتشم حديث قال البخل بالعلم ظلم العلم والحكمة اعمل للعراق واخدم الإنسان قليل اللي يحصل شرف هالخدمة واكتم سرك اوهي اللي بيوت اسرار بسر النجاحية لك تكتمة فضل الوالديا نبيا بخد تنساها فضلهم نعمة لازم تشكر النعمة فضلهم نعمة لازم تشكر النعمة يشاي الرا سبوكوا اسمه بين الناس حق عليك يفخر باسمكوا باسمه يحلم بيك كان وكان حلمه وياك اذا حققت حلمك حققت حلمه يشاي الرا سبوكوا اسمه بين الناس حق عليك يفخر باسمك وباسمه يحلم بيك كان وكان حلمه وياك اذا حققت حلمك حققت حلمه تذكر ابوك بذاك ليل العوز يضم دمعه ويجيك بشفة مبتسمه وتجي قباله يشاي الرا سبوك واسمه بين الناس حق عليك يفخر باسمك وباسمه يحلم بيك كان وكان حلمه وياك اذا حققت حلمك حققت حلمه تذكر ابوك بذاك ليل العوز يضم دمعه ويجيك بشفة مبتسمه وتجي قباله ويظل بمصرفك محتار محتار ويقل لك بلك باك شرات بس تلمه اجبر خاطرة اجبر خاطرة المكسور ظهر عليك وحاضر لا جرح والدك تلتشمه امك لابس اسود عالشهيد سنين اش ما شافت قميصة شبقه وتشمه درسم فرحة امك ارسم فرحة امك قوم جي بلوان وحط فرشاتك ومستقبلك رسمه مثل وراقك انطشر بكل البيت الحلم يتطشر وحضن امك يلمه تذكر بزغرك كانت تقريك وتقلها الدرس بس مني شافته تذكر بزغرك لمن شنت تخاف بكل قوتك لشفي دمك تلزمه تذكر اش قد كانت تروح وياك وتصدلك من بعيد بعين مبتسمه اش قد تدعي لك وتقرالك القرآن اش قد نذرات اش قد نخت باليمة بنجاحك هذا تعب الوالدة جازيه وتتوفق اذا تبري لك الذم نجاحك هذا تعب الوالدة جازيه وتتوفق اذا تبري لك الذم ترى بقاط التخرج شافتك عن ريس بس ما هلهلت بل صانت الحشمة وخذت قبعة راسك خذت قبعة راسك وجهت للعباس قالت لب شفوفك لابني شد عزمة اريدو ليدي يخدمها الوطن والناس اريدو ليدي يخدمها الوطن والناس نعم هيك نجاحك لازم انفهمه مبارك عن نجاح ان شاء الله تعين قمر تتعين وتتزوج النجم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم ايها الفاطمي دمت ألقا ودمت سفيرا لأجر الرسالة محمد الفاطمي من خدام ساحة مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام ومن الخادم محمد الفاطمي الى المنشد المتألق الخادم في حضرة سيد الماء عليه السلام المنشد المبدع محمد أمير التميمي فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ايامكم وايامنا وهنيئا لنا بكم سيبقى هناك دين في رقابنا اتجاه وطننا بأننا نحسن إليه ببنائه باجتهادنا ووفائنا لهذا الوطن إن شاء الله وببركة الصلوات العاليات على محمد وآل محمد الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته سليل المجد والحسب الله وبركاته هو العراق سليل المجد والحسب سليل المجد والحسب هو الذي هو الذي كل من فيه حفيد نبي هو العراق هو العراق سليل المجد والحسب هو العراق هو الذي كل من فيه حفيد نبي كأنما كبرياء العرض أجمع غات ما إليه فما فيها سواه أبي هو العراق هو العراق هو العراق فقل للدائرات قفي هو العراق فقل للدائرات قفي شاخ الزمان شاخ الزمان شاخ الزمان شاخ الزمان والعراق صبي صلي على خادمك نعيدها إن شاء الله هو العراق يلا بعد أجواء عراقية أيام عراقية ساعات عراقية هو العراق هو العراق هو العراق هو العراق هو العراق ثلاث مرات هو العراق هو العراق هو العراق هو العراق هو العراق هو العراق عم يستاهل العراق والله هو العراق فقل للدائرات قفيل شاخ الزمان شاخ الزمان والعراق صبي صلوات هو العراق 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 اشتركوا في القناة والعراق قصب صلوات عرضاً مسرحياً لفريق أبعاد الإعلامي إن شاء الله مشاهدة ممتعة لدقائق معدودة نكون وإياكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الحياة تريد من عندك شيء غلطي همه وحركة سواء كنت منتظر الوظيفة أو لا لازم تستغل طاقة الشباب وتدخل نضمار التنافس شنو يعني أدخل السوق أكو شخص اسمه معاذ بن كثير كان تاجر أكياس سألي الإمام الصادق عليه السلام قل له إني قد هممت أن أدعى السوق وفي يدي الشيء يعني هند فلوس خير من الله وردعوه في التجارة شنو جاوبة الإمام قل له إذا فطوا رأيك ولا يستعانوا بك على شيء يعني القضية هي بتكتروحها مو بس مسألة فلوس تخيلوا برواية الإمام يصف ترك التجارة يقول الإمام سلام الله الصادق عليه السلام من ترك التجارة ذهبت الوثاء عقله لأن العمل جزء من تكوين شخصيتك البطالة هدم لهاي الشخصية الآن نريد نعرف شلون ندخل لعالم التجارة نحتاج أكو خمس تقنينات من خلالها لقدر ندخل لهذا العالم أولاً المعرفة قبل دخولك لأي مشروع لازم عندك دراسة ومعرفة كافية عن المجال اللي أنت داخل بي أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصي كوميل بن زياد بوصية ذهبية يقول له يا كوميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة ما من حركة يعني كل خطوة لازم أكو معرفة مثال على ذلك شخصية حج محمود بقى سبع سنوات يبيع بالمفرد إلى أن أتقن العمل بشكل جيد ثم انتقل مصطع السنة يبيع بالمفرد ثم سبع سنوات يبيع كراسات قبل وكالة توشيبة وقبل مصنع توشيبة كل هذا كان مبني على دراسة ومعرفة الآن أول ما تدخل للمشروع أول قضية لازم تعرفها لازم تعرف نفسك ومكانياتك لازم تعرف نفسية الزبان لازم تعرف بالسوق العراقي وين الثغرات اللي ما مستغل لها التجار بحث أنت تقدر تغطيها وغيرك ما يقدر تدرون شركات العالم تتنافس على بيانات المستخدمين الشخصية عبر مواقع التواصل وبشكل سري حتى يعرفون الناس شتريت فما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة ثانيا الصد السوق مثل أمواج البحر إذا نزلتك موجة لازم تصبر وتثبت وتجمع شتات نفسك لأن الفرق بين الفاشل والناجح الناجح يمتص الصدمات ويصبر الفاشل يترنح ويسقط وهذا لب الصبر وحقيقته اللي هو حفظ التوازن حين انتهاء مرحلة الضغط أروع من أشار لهذه الحقيقة أمير المؤمنين سلام الله عليه في ثلاث كلمات يقول الصبر عون على كل أمر نعم الظهير الصبر الصبر أفضل العدد الآن حجي محمود أصابت انتكاسف لما دمت من صناعة الكراسات للمدار شنو سوى حافظ على توازنه ومباشرة بدأ يبحث عن فرصة ثانية ملاحظين بعض الناس يفتح مشروع يخسر علي أموال وقت مع أول خسارة يعوف المشروع ومن يحسب حساب أنه النجاح يجي من التركيز على نفس النقطة إلى أن يتقنها ويثبت مكانتها بالسوق هذا الجزع وهدم المشاريع من أول خسارة مستحيل يصنع من عندك تاجر مرموق ومستحيل يصنع ثروة وهذا ينقلنا للنقطة الثالثة التدرج في الصعود إذا أنت خريج صيدلة وقالوا لك بعد شهر عندك فرصة العمل بصيدلية معروفة على العراق قبل هذا الشهر قدرت تفتح مشروعك الخاص أو صيدليتك الخاصة هل من المعقول والمنطقي تترك فرصتك الخاصة وتنتظر فرصة خيالية للعمل بصيدلية على مستوى العراق حجي محمود يقول واحدة من زياراتي لليابان أبو شركة توشيبة قال إحنا بديني من ماكنة واحدة في بيت من صفيح لتربية الطيور أبو شركة شارب قال إحنا بديني من قلم رصاص واحد وأنا حق محمود ابتدت من ثلاثين إرش طبيعة الإنسان عجول بالرزق ويحب الرزق السريع ممكن العالمين يرزقك بسرعة بس مقام هاي الصفة موجودة بداخلك فهي صفة خطرة وقد تؤدي إلى المهلكة قبل عشر سنوات كان موضوع التسويق الشبكي ترند بالعراق والناس ركضت وذبت فلوسها تحكوا ياهم ماكوا فايدة جماعة التسويق الشبكي عندهم أسلوب بالإقناع وحدة من مقولاتهم أنه طريق الألف ميل يبدأ بخطوة هاي طريق الألف ميل يبدأ بألف ميل يا بها يوهام لا حد يصدق ماكوا فايدة إذا أن قام يسونا هازيج وأغاني منها اللي يمشوا إيانا يشكر ربه نتونس لو صارت عاكة تالي الناس خسرت لا الألف ميل ولا الخطوة أمير الممنين سلام الله عادي وهي يقول العجول مخطئ وإن ملك والمتأني مصيب وإن هلك هذا مو معناته تترك الفرصة اللي تجيك لا انتهزها لكن في وقتها وهذا يخلينا نحتاج للنقطة الأولى اللي هي المعرفة والنقطة الثانية اللي هي الصبر والثالثة الإيمان بضرورة التدرج من يوازنها إنه؟ أكيد بل حسن عليه السلام الله عليه يقول من الخرق أي الحماقة المعاجلة قبل الإمكان والأنات بعد الفرصة رابعا العلاقات المقصود بالعلاقات بشكل عام علاقتك بالزبائن علاقتك بالتجار الأكبر منك علاقتك بزملائك بالعمل حج محمود يقول لما اشتغلت بأول محل بحياتي اللي يقلنا بقى سبع سنوات وطلع منه بمولود الحسين عليه السلام يقول صاحب المحل كان عدة فدعيب وهو سرعة الغضب والصياح على الناس بينما أنا شنث بشوش وأضحك وتعامل لطيف مع الزبائن فالزبائن قام تشوف من بعيد إذا حج محمود موجود ما تجبر المحل إذا شوفني مباشرة تنتجيني لا نستهين بأخلاقيات العمل وبناء العلاقات الطيبة مع الزبائن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول البشاشة حبالة المودة أكو حديث لأمير المؤمنين أيضاً عليه السلام يعتقد فريق أبعاد أنه هذا الحديث لازم يكتب بماء الذهب يصف الإنسان مثل الشجرة فيقول من لا نعوده كثفت أغصانه خلص نسجل بالملاحظات ونكتب بموالدنا ونحتور دستور من لا نعوده كثفت أغصانه النقطة الأخيرة التوكل على الله يا أخوان التوكل على الله مو فقط نية نعقدها حتى نحصل عليها أجر وثواب التوكل مركز للأطمئنان وخصوصاً التجار يحتاجوها بالمشاريع الكبيرة يحتاج دائماً بمسيرته إلى أطمئنان ونختمها بحديث أمير المؤمنين سلام الله عليه من كان متوكلاً لم يعتم الإعانة من توكل على الله ذلت له الصعاب وتسهلت عليه الأسباب الآن باعتبارته شاركتوا بالبداية في هذه المنصة الآن راح نشوف نتائجكم ونشوف جقد يميلون للوظيفة وجقد يميلون إلى العمل الحر خلينا نشوف النتائج مثل ما تشوفون الوظيفة من أصل ثلاثة آلاف ثلاثة واربعين بالمية والعمل الحر سبعة وخمسين بالمية الرسالة الإنسان مخير في أن يختار عالم التجارة أو الوظيفة لكن حتى يدخل عالم التجارة يحتاج إلى التقنينات التي تكلمنا عنها الله يوفقكم جميعاً شكراً لإنصادكم وشوفكم خير ووصلنا إلى مسك الختام وكلمة هي باسم هذه الوفود الطلابية الكريمة المباركة كلمة الطلبة المتخرجين للطالب علي فتاح ياسين فليتفضل مشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة والسلام على خير الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي جعل من عنده في طلب العلم شيئاً من الرحمات ثم تصاري في القدر تتراها هنا فكنا أبياتاً وشعراً وكما قال أحد الشعراء العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلى سواد الظلمة القمر فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام فبالعلم النجاة من المخازية وفي الجهل المذلة والرغام الحضور الكريم سماحة السيد المتولي الشرعي لعتب العباسي المقدس السيد أحمد الصافي دامت بركاتكم السيد أمين العام لعتب العباسي المقدس دامت أيدكم السادة الرؤساء الجامعات العراقية المحترمون خدمت سيد الشهداء وخدمت المولى أبي الفضل العباس في كافة الأقسام الأساتذة المربين المكرمين أخوة من الطلب الخريجين السادة الحضور كلهم بحسب عنوانه ومقامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أقف بين يديكم في هذه المناسبة الجليلة لأمثل أخوة خريجي جامعاتنا العراقية العتيدة سادة الكرام نستثمر فرصة تواجدنا بين أيديكم الكريمة للإشارة إلى جملة من الأمور في غاية من الأهمية حرس خريجونا على الالتزام بها وهي الأمر الأول نحمد تعالى أن دورات التخرج في الأعوام القليلة الماضية أزداد فيها عاماً بعد عام الواعين لمهامهم بعد التخرج والمدركين لحجم التحديات التي تواجه بلدهم وهذا مما يبعث فينا الأمل كي يكونوا قاد حقيقين للمستقبل الأمر الثاني هو ازدياد الواعي بتأذيب حفلات التخرج لتكون بما يليق بإرث وثقافة طلبة عراق الحضارات ومنهل العلم ومما زان هذه الحفلات ربطها ببعض رموز العراق العظيمة ومنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فقد أصبح ترديد قسم التخرج في العتبات المقدسة غاية يطمح إليها أغلب الخريجين بعد أن كان أمرا محدودا ولذا نحن اليوم وكلنا فخر أن نكون في جوار سيد الشهداء وأخيه حامل اللواء عليهما السلام ليكون شهودا على بداية حياتنا العملية وخدمة عراق الحضارات والأنبياء والصالحين فشكرا لله على توفيقه والشكر موصول والشكر موصول لأمهاتنا التي سهرنا ليروننا هنا وآباءنا الذين واصلوا الليل بالنهار كدا بالحلال ليروا ثمرة فؤادهم محققين لآمالهم والحمد لله أن جعل لنا نحن العراقيين من يعيننا على ديننا ودنيانا شهداءنا في ساحات القتال دفاعا عننا وعن كل عام أبناء لدفاعا عننا وعن المقدسات لنكون هنا بأبها الصور وعتباتنا المقدسة وأخص بالذكر العتبة العباسية المقدسة التي تحتضننا كل عام العتبة العباسية المقدسة التي تحتضن كل عام أبناءها الخريجين من عراقنا العزيز لتشعرهم بحنوي الأب وكيف لا وهي تنتهل من معين توصيات مرجعيتنا العليا وكيف لا وهي تنتهل من معين توصيات مرجعيتنا العليا بل المرجعية الإنسانية التي رفعت رأسنا بين الأمم وحمتنا طوال الدهور حين تهاجمنا الملمات لازم عيدة هذه وكيف لا وهي تنتهل من معين توصيات مرجعيتنا العليا بل المرجعية الإنسانية التي رفعت رأسنا بين الأمم وحمتنا طوال الدهور حين تهاجمنا الملمات فلها فلها ولكم وافر الإمتنان والشكر لما أوليتمونا من رعاية وعناية ولمئات الأفراد الذين ساروا أسابيع خلف الكواليس في أقسام العتبة العباسية المقدسة لإنجاح هذا الحفل البهيج وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين لا نقول لكم الوداع بل نأمل على اللقاء في قادم الأيام إن شاء الله بنسخة ثالثة وفي رحاب العميد إن شاء الله ملاحظة أخيرا من القائمين تسليم الأوشحة عند هذه المنصة جزاكم الله خير الجزاء والاعتذار من الخادم عن القصور والتقصير حتى نلتقي دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر